في بعض الاسئلة هنا نجاوب حلوها سريع قال ما هو رأيكم في اتفاقية سيداو وهل فيها مخالفات للشرع كل مخالفات للشرع دي اتفاقية سيداو كاملة تلاتين بند او دي كاملة تلاتين بند متفقين عليها الناس اللي اتفقوا عليها مين العنوان والجواب يكفيك من عنوانه اتفاق السيداو دي شنو زاتي لما دي طبعا وهمة كده سيداو 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 وجايبين كرفيتات وبيدل عرفت كلامي في التلفزيون وجمع ام ام وانا سيداو وكده فيش نوزاته العنوان بات بكفيك قال دي عنوانه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وده باطل على اطلاق باطل في الاسلام لان ربنا سبحانه وتعالى ميز الذكر من الانثى وميز الانثى من الذكر فقال تعالى وليس الذكر كالانثى الآية دي بتنسف اتفاق السيداو على ام راس الكتباء والخلفاء الآية دي بس دي واحد اتنين قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفق من اموالهم الآية لكن ده ما معناته ان النسوان كعباد زي ما ديل اعداء الاسلام بفهم النسوان ان دي محمد ده صلى الله عليه وسلم بيقول اتو الشر و اتو كعباد و لابد يظلموكم و اتهضوكم ده كلام كذب كان من اخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم ام الك اليمين دي المملوكة من النساء فما بالك بالغير مملوكة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه الى ان قال فاستوصوا بالنساء خيرا الاسلام جعل المرأة حقوق فقال الصحابي يا رسول الله كما في الترغيب والطرهيب ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت وفي الترمذ باسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي في الاسلام ما يجوز المرأة زوجها من رجل لا تريده كما عنوان البواب البخاري باب اذا زوج الرجل ابنته من رجل لا تريده فالنكاح مردود او باطل وذكر قصة الانصارية الذي اتت الى النبي التي اتت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من رجل لا اريده فابطل النبي النكاح حق المرأة حق المرأة لا هي اطعمتها وسقتها اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض فعذبت فيها فدخلت فيها النار ده الاسلام ده الدين لكن ده المجارمة وده اتفاقية ضد الدين وشوف من الغباة بتاعهم جوه قالوا المرأة دي تساوي الراجل في كل حاجة وقالوا في صفحة انا مقسمة لصفحات وهي تلاتين بنت في صفحة سبعة قالوا ان المرأة تشتغل مع الرجل في اي مهنة رئيس زولة غفير حداد ملاكم مصارعة مكانيكي كله المرأة تشتغل اها مش قالوا كده براو قام مشو في صفحة خمسة البند سبعة الفقرة بق شبه الغباء زي ما ربنا قالوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مش قالوا المرأة تساوي الرجل في كل حاجة في الاعمال قالوا بق اوالف لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية مع فرض جزاءات على المخالفين قال والله يا اخي بس لكن لو هي فترة حمل او امومة بتردع او حضانة غابت قال يمنع ويحظر ان يبصلها من العمل طيب الرجل بيردع الرجل بيحمل الا كان العلمانين بيحملوا شو عنده موضوع تاني عرفته ابقى راجعوا تاني انه المرض عنده فيه حاجات زي الحمل والرضاعة والامومة والحضانة بتخالف شو نجمع بتخالف كذلك في الصفحة تمانية الفقرة اتناشر اه اتنين قال بالرغم من احكام الفقرة واحد من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة اهام اقول لكم ما ابدأ ساوي الرجل اطلاقا طيب وفترة ما بعد قال له دي لازم يرى عليها طيب الراجل برضو دارين احنا فترة بتاع تحمل ولاده مساوى كاملة يا علمانين يا اغبياء طيب قال موفرة لها خدمات مجانية احد ما ظلم للرجال خدمات مجانية عند الاختضاء وكذلك تغذية كافية اثناء الحمل والرضاء وكلام باطل كله كله انا لخصته كله باطل وكله يخالف الدين طيب في فؤال تاني قال سمعنا ان جمهور الدالي يقول ان الموجودين اليوم غير مسلمين وليس عندهم صلاة ما تعليقكم ده الدالي جابوه السطافش مؤجر لبادله وكرافيته وجابوه في التلفزون وقاعد يقول قالوا الان البصل وديل ما عندهم صلاة هذا كيف كمان وقال للمدير ازيدك حاجة والموجودين في الواطد كلهم الآن ما مسلمين كفار كلكم عند الحزب الجمهوري ابقى التطرف عمونه التطرف عمونه يا ناس هل عند السلفين ولا عند العلمانين الجمهورين والشوعين والعطال الوقفين وراهم التطرف والتكفير عند العلمانين وهذا كلامه بالنص ونرد عليه بحديث واحد في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا حارض عليه والكلام ده الزول ده جابه من فكر محمود محمد طه ويكفيك من فكره نقطتين لضلال الفكر الجمهوري لمدنا الجايطين وانصار السنة جايطين وغيرهم الجمهورين ده الصوفية بس كشفوا السر يعني عقيدة الجمهورين الباطلة الملحدة هي العقيدة الصوفية ذاتها زي ما بترد على ذلك بقى ترد على الأصل الصوفية مش تمشي تدعش مع الكباشي ده كله الفكر الجمهوري فكرة الصوفية والجمهورين يكفيك اتنين ده كتاب الرسالة التانية للإسلام محمود محمد طه قال الزول البشر إذا عبد على الطريقة الجمهورية يعني بيبقى الله صفحة تسعين واحد تسعين بس ولا كلام كثير قال هنا يسجد القلب وإلى الأبد بوسيد أو المنازل العبودية فيومئذ لا يكون العبد مسيراً إنما هو مخير إلى أن قال فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله الله بيطيع العبد معاوضة لفعلي فيكون العبد حياً حياة الله وده كفر لأنه ربنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعالماً علم الله وده كفر ما في إنسان يعلم علم الله ربنا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً قال ومريداً إرادة الله وده كفر لأنه ربنا قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير قال وقادراً قدرة الله ويكون الله العبد يعني صفحة تسعين واحد تسعين هنا في كتاب أدب السالك محمود محمد طاق قال الله ما هو الله اللي بتعرفوه قال الله هو الإنسان لمن يترقى في مراتب الجمهورين بيسموه الإنسان الكامل قال والإنسان الكامل ده الله ذاته كتاب أدب السالك والله ندّمكم تبيعوا الكتب دي ندّمكم نجام عرفت كلامي طيب قال صفحة سبعة وعشرين واثنين واربعين تاني بتبعوا سبعة وعشرين واثنين واربعين من كتاب أدب السالك قال وقلب الإنسان الكامل جسده معمور بذكر الله فهو بيت الرب ده قلب الإنسان الكامل هو بيت الرب وهو معمور بذكر الله لأن الإنسان الكامل هو الله لأن الإنسان الكامل هو الله ذي في الصفحة كم سبعة وعشرين صفحة اتنين واربعين قال وبها تتحق قلافة الأرض بظهور الإنسان الكامل المسيح المحمدي صاحب المقام المحمود ولقد بينا أن القرآن جميعه في حق صاحب هذا المقام وأن الذات المطلق هي فوق القرآن هي فوق المرقوم فإلى الله الإنسان الكامل الله فإلى الله الإنسان الكامل ينتهي تأويل القرآن هذا معنى قوله عن القرآن وما يعلم تأويله إلا الله الآية فالإنسان الكامل هو الذي يعلم تأويل القرآن ووقت ظهوره هو وقت تحقيق هذا التأويل كما بينا عند الحديث عن آية هل ينظرون إلا تأويله وصاحب المقام المحمود هو أيضا ينتهي إليه علم الغيب وهذا هو قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقد ذكرنا أنه من معاني هذه الآية أنه لا يعلم ذات الله إلا الله الإنسان الكامل إلا الله الإنسان الكامل ومن معاني هذه الآية أيضا أن الإنسان الكامل هو أكبر من يعلم الغيب وهو علام الغيوب ده الإنسان الكامل وهو علام الغيوب المشار إليه في كثير من الآيات وهو الكتاب المبين المشار إليه بقوله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وهو يعلم غيره الغيب ابقى الله هو الإنسان الكامل عند الجمهورين وربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم خلي الإنسان الكامل كمحمود محمد طه والأدالي والغيره من الملاحدة الذين يريدون أن ينشروا هذا الكفر وهذا الإلحاد آخر حاجة ما هو الحكم الشرعي في تعاون أهل الحق مع الحزاب الإسلامية من صوفية وإخوان مسلمين وأنصار سنة وغيرهم ضد العلمانين كذلك خلونا نختم بها ممكن نصلي هنا قالوا دي دي وهم الليلة شغالين فيها الجبهجية وأنصار السنة وجمعت عبدالحي يوسف من السرورية قالوا أنت يا سلفين كراتون يا أخ تعالي تعاون كلنا مع الصوفية وعبدالحي قال بالغضبة قال الشكر للصوفية والشكر للأحزاب الإسلامية كويس قال كلنا نتعاون ضد منه العلمانين ودي تحقيق لقاعدة الإخوان المسلمين نعمل سويا فيما اتفقنا فيه ويعزر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهي شبه إخوانية كاذبة الأخوان المسلمين كلهم من عبدالحي لحسن البنة لسيد قطب للترابي لغيره ما ضد العلمانين ولا ضد الملحدة أديك الدليل ده كتاب الثوابت والمتغيرات من أعظم كتب الإخوان المسلمين في العالم للمنظر الأكبر للإخوان المسلمين الدكتور صلاح الصاوي يعرفوا لأخوان المسلمين كويس ده قال نحن زادنا ممكن نستغل مع العلمانين هذا كضب ولا ما كضب الليل يقول لك يتحولوا معنا ضد العلمانين انت العلمان عندك ما عدو بل أخ للإخوان المسلمين وحبيب العلماني والشيوعي والملحد للإخوان المسلمين زي ما قال محمد علي الجزولي قال أنا تعاونت مع الشيوعي والبعثي حتى الملحد قال ما مشكلة إذا عاونت معهم لإسقاط النظام البيض نظام البشير حتى الملحد جايني كضب وقول اتعاونوا معنا ضد الملحدة كذابين في الصفحة مئتين تمانية وسبعين مئتين تسعة وسبعين ونختم بيها قال الدكتور صلاح الصاوي قال الأصله هو قطع الموالات والمودة مع كل من لا يقبلون بسيادة الشريعة والالتزام المطلق بأحكامها جملة وعلى الغيب وأنه لا يحل من ذلك إلا القدر الذي يحقق تأليفهم في مرحلة الدعوة والبلاء وذكر الآية لا تجد قوما قال وَلَكِنَّ الْمَصْلَحَةِ وَلَكِنَّ الْمَصْلَحَةِ أسمعه كويس؟ شان ما يغشوك صار السنة والجبهجية الكيزان واناس عبدالحي يقول لك لا أبقى معانا ضد العلمانين اتوا مع العلمانين وده الدليل طيب قال وَلَكِنَّ الْمَصْلَحَةِ مصالح جوال بتاع مصالح وَلَكِنَّ الْمَصْلَحَةِ قد تقتضي في مرحلة الإصلاحات الجزئية ديشنوزات السعر في مرحلة الإصلاحات الجزئية التنسيق المرحلي مع بعض الاتجاهات العلمانية المعتدلة لإمضاء أمر هو محل قبول من الناس كافة أَلَا هَلْبَلَّغْتِ اللهم فَشَاد وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد